موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم محمد بن عدي مدير مركز مختلية لتكوين المهني أقاديار اليوم السبت 9 أكتوبر بحضور الأشخاص الممتلين ديال المرصد الوطني درنا اجتماع حول برنامج الإدماج الأشخاص في وضع إعاقة بهدف أنهم يستفدون من أشيطة رياضية المركز زود المعدة بمعدات رياضية وإن شاء الله الأسبوع المقبل يوم السبت المقبل سوف نعطون انطلاقة فعلية لهذا النشاط الرياضي بإذن الله أنا معكم خديجة عمقاس رئيسة الجمهية المغربية للتوحد والترعبات النمائية نائب رئيس المرصد الجهة والتربية الدمجة جاءنا اليوم للمركز المختاري للتكوين المهاني وكلنا نشرف لقاء السيد مدير المركز باش نعطون انطلاقة المشروع اللي اللي احنا فيه بصدد الشغال عليه دابا اللي هو الانتغراشون ديال الاشخاص في وضع إعاقة اللي من خلال المنبار ديالكم كانت تقدموا ليهم الشكر الجزيل أولا لتيقتهم في المرصد الجهوي للتربية الدمجة وثانيا لأن الدعم ديالهم والتوجيه ديالهم على طول هذا المشروع إن شاء الله اللي كانت منه من بعد منه ولا يكون هو انطلاقة لتأسيس واحد للكلوب اللي كيهم تمكن أشخاص وضع إعاقة من دماج في المجال الرياض وحيد عبيدات رئيس المرصد الجهوي للتربية الدمجة بجهة سوسماسا فيما يخص هذا المشروع اللي كيهم أنه تقوية القدرات ديال الناس التكوين المهاني في مجال الرياضة اللي يدار في إطار واحد الشركة مع منطمات وندكاب انترناسيونال واللي كان نحاول أننا نواكب هاد الأطفال اللي بن خارتين في التكوين المهاني على صعيد أقادير الكبير باش أنه يدروس بور ويدمجوا أطرافير الرياضة أنه كنعرف وعلى أن الرياضة كتلعبوا حدور كبير في الدمج فإحنا ارطائنا باش أنه ندير هذا المشروع لفائدة هاد الأطفال اللي هما مستفيدين من المراكز يتكون مهاني على صعيد جهة قدير باش أنه يستفيد من الرياضة وباش أنه المرصد يديرهم المواكبة باش أنه إن شاء الله ولماذا تكوين واحد الفارق اللي غيمت لها المراكز في البطولات السلام عليكم أنا متداربة في سنتر ميكس سميتي ومريم أبلوش جيلت يوم باش نحضر اللقاء اللقاء مع السادة الموضرع ديالا في سنتر ميكس وليوم جاتني لبطولات بشكل بصفة نحن داول الإحلياجات الخاصة كاعلونا بززاف من حيث نفسي ديالبنانم ومن حيث بزعم باش نضربوا على الرياضة بززاف باش نكونوا عاجين كي الناس عاجين لكي مرسلوا مع مجيالهم العاجين نشكرهم على هذه المبادرة طيبة لدارونينا اليوم وكنتمنى يكونوا بزاف المبادرة